ودلوقتي أنا معيك وحنا عندنا كده زي لعبة معينة في الشو وهي منصة بلاتفورم أسرار النجوم أوكي؟ ولو النهارده أحمد الفشاوي هيختار لنا من المنصة دي بنكون عليها أفلام كتيرة جداً وأبيض وسود وتسعينيات وحاجات كده لو هتختار لي دلوقتي فيلم أبيض وسود أتفرج عليه أو السادة المستمعين يتفرجوا عليه تختار لهم إيمن على منصة الأبيض وسود؟ أختار لهم تقية الإخفة تحبوا جداً تصعب قوي تعمل عبد منام إبراهيم طبعاً أستاذنا بس يعني أختاره ممكن أقول أسباب؟ طبعاً لا بلا بلا بليز أوكي شمعنا؟ أختاره أولاً أنا بموت في عبد منام إبراهيم بكتائياً جداً ثانياً إنه هو فيلم فيه تكنولوجي دلوقتي تبهر يعني لو أنا هقول لأ رشع ناس فيلم أبيض وسود يتفرجوا عليه أختار ده لأنه أولاً كوميدي هيدحكم وسانياً هو فعلاً فيه تكنولوجيا في حتة الطائية الإخفة وإنه إزاي بيختفوا وإن إزاي الحجاب بتتحرك من غير محد يبقى مسكها معمول بحرفة شديدة جداً وممتع بشكل غير طبيعي والحد دلوقتي تقولي الله إيه الشغل الحلو ده ما يعرفوش يعملوه كمان لا دلوقتي نقدر نعمله بسهولة بس هو زمان هو اللي كان الاختراع كان صعب وكان صعب بس فعلاً إحنا أفلامنا لأبيض وسود أفلام رائعة رائعة يعني طيب لو بتختار معنا دلوقتي فيلم أجنبي نتفرج عليه من منصة أسرار النجوم أحمد الفيشوية هيختارها عشان الفيلم ده يمكن أنا بيأثر فيه بشكل خاص لأن أنا كبرت معاه وفي نفس الوقت يعني بحب بروس ويلس وبراد بيت وطبعاً مادلين ستو من أحلى أدوار عملوه في حياتهم من وجهة نظر الشخصية والفيلم نفسه فيلم عميق جداً ومسلي جداً مصرحية مصرحية يعني تحب المصرح؟ جداً أنا بموت في المصرح أنا أصلاً ممثل مصرحي وأبويا مصرحي وأمي مصرحية كلنا طبعاً لعائلة كلها مصرحيين مصرح جاية نفسك المصرح يبقى عامل إزاي؟ أو إيه اللي يرجع فيه؟ بنفتقد إيه في المصرح المصرح؟ نفسي المصرح يبقى زي اللي بيحصل الأيام دي كايرو شو العاجات الجديدة التطوير اللي بيحصل مثلاً نجيب سويرس عشان أنا بشتغل مع أحمد فهمي في شركة سي سينما اللي عملوا لي الشيخ جاكسون وعملوا لي عيار ناري فبشتغل معهم فبيعملوا مصرح بيجددوا في مسارح بيعملوا فرق أنا نفسي المصرح يرجع زي الأبيض والإسود مش التماينات فرق كبيرة كل فرقة فيها نجم أو نجمين على الأقل كبار حواليهم نجوم كتير بيسندوا معاهم وبيغنوا وبيرقصوا أتمنى أن يبقى فيه كذا فرقة مصرحية كبار الناس تحب تتفرج عليهم وأتمنى أعمل فرقة من الفرقة دي إن شاء الله أتمنى إن شاء الله تختار لنا أني مسرحية ممكن أختار الاسكافي ماليكان ياه تجنن دي كانت دي كانت تحت ماجد كدواني حضرتها حضرتها يعني في عرض مسرحي ومبهرت بيها وماجد كان عظيم وكان بموت متضحك وفي نفس وقت خالد جلال كان عمل شغل هايل كمخرج فالاسكافي ماليكان فيلم من التمانينات والتسعينيات استغاثة من العالم الآخر محمد شبل أستاذ محمد شبل ده كان كمان فاروق الفشاوي فاروق الفشاوي فاروق الفشاوي أيوة ومعالي زايد فوسي ومعالي زايد كنت بخاف منه الفيلم ده ما شفته هو فيلم غريب جدا هو فيلم سوسبنس على رعب على سايكو دراما اسمه استغاثة من العالم الآخر ده الحياة ناس كتيرة ما تعرفوش على فكرة ده فيلم مهم جدا ده كان انتاج فاروق الفشاوي على فكرة ده انتاج شركتنا اللي هي الأصدقاء عندي شركتين الأصدقاء بتاعت الوالد والله يرحموا الكلب الكريستال الكلب الكريستال بتاعتك أيوة الفيلم ده كان انتاج شركتنا اللي هي الأصدقاء كنت هسألك حاجة عن الشركة دلوقتي بس النهاردة لو بتختار عمل السنادي نتفرج عليه عشرين عشرين في ماذا؟ السينما في السينما بلاتفور او سيريز مسلسل اه اه انا الحياة انا مش بتابع سيريز اوي بس اه اه انا ممكن اقول اسمه بلاتفورم او ممكن او طبعا او طبعا او طبعا او طبعا هو فيلم تسجيلي مسلسل تسجيلي اسمه the world's toughest prisons اوكي the world's toughest prisons انا رو هتفرج عليه او ده انا برشحه الحقيقة لو حد عندنا تفلكس الله طيب انا عجبيني الأفلام اللي انت اخترتها جدا او طبعا